أيضا أن تنفتح على الإخوة الأشقاء العرب فكنا سفراء الدول العربية يكونوا في مناسباتنا الإخوة الصحفيين ومنهم اليمنيين وأذكر على سبيل المثال الأستاذ أحمد زين هذا الرجل المثقف والرجل الذي يستحق أن نلقي عليه الضوء لأنه أيضا نموذج لمن عاش غالب عمره في المملكة وارتبط ببلده اليمن وانفتح على العالم العربي وهو يمكن من المثقفين العرب اللي له علاقات واسعة في هذا العالم العربي مع كثير من أبناء البلدان الثانية كثير كثير فوق ما تتخيل فأحمد زين أيقونة يمنية أيضا بيعكس الإنسان اليمني المثقف القادر على التواصل مع الآخرين ويعكس صورة بلده بشكل جميل والشكل الذي هو عليه يعني هو لا يتجمل ولا يجمل ولكن هذا هو اليمن نوجه له تحية ولكل المثقفين الذين يرسمون صورة جميلة عن بلدانهم عبر هذا المنبر من برقناة عدن الفضائية وبرنامج عن قرب معيتك يا دكتور حسين اشتركوا في القناة